دلوقتي مع دقاءات الثامنة صباحاً معادنا مع موجز الأهم الأنباء مع ليند عبداللطيف تفضل يليد شكراً أحمد الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة مع الصعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة أشهر وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والتموين والداخلية ورئيس المخابرات العامة وجه الرئيس السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرات الجديدة وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي وجه أيضا بسرعة تحديد حافظ التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت كما وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار وكذلك توزيع كاراتين رمضان للمواد التموينية قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسية يانس ستولتنبرغ إن زعماء الحلف سيجتمعون في بركسالي يوم الرابع والعشرين من مارس الجاري في قمة استثنائية لمناقشة الخرب الروسي على أوكرانيا بينما أكد البيت الأبيض حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقر حلف الأطلسية أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ عن قلقه إزاء إمكانية قيام روسيا بشن عملية سرية ضد أهداف عسكرية تعرف باسم عملية الراية الزائفة في أوكرانيا من المحتمل أن تتضمن أسلحة كيموية وخلال مؤتمر صحفي شدد ستولتنبرغ على أن حلفاء النيتو وشركائه سيواصلون مساعدة أوكرانيا عبر توفير معدات عسكرية لمساعدات مالية وإنسانية مشيرا إلى أن النيتو وضع مئات ألاف الجنود على أهبة الاستعداد في أنحاء دول الحلف بالإضافة إلى مئة ألف جندي أمريكي في أنحاء أوروبا طلبت بولندا تشكيلها بعثة سلام أطلسية تحظى بحماية قوات مسلحة من أجل مساعدة أوكرانيا وأعلن نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلوف كاتشينسكي أن هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلحة ويجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا فرى نحو ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة وفي مؤتمر صحفي في جناف أشار المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلن إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق أظهر إحصاء رويترز أن أكثر من 458 مليون وتسعمائة وعشرين ألف نسمة أصيبوا بفارس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي وعدد الوفيات النتيجة عن الفارس إلى أكثر من 6 ملايين و436 ألف حالة حيث تم تسجيل إصابات بالفارس في أكثر من 210 دول أما رياضيا فتأهل بانفكال بورتغالي لدور ربع نهائي بدور أبطال أوروبا بعد فوزه الثمين على مضيف آيكس الهولندي بهدف النظيف في اللقاء الذي جمعهما في إياب دور الستة عشر من البطولة وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وفي مباراة أخرى لحساب نفس الدور تأهل أتلاتكو مدريد عقب فوزه على مضيف معنش سينارد بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب دور الستة عشر للبطولة نهاية منجزة ثمينة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل